طبعا جماعة هنبدأ آآ خمس حاجة ان شاء الله ان هو ازاي نتصرف فيها. طبعا حصل عندي امتى تحصل القصة دي لما لما يبقى مسلا الجهاز انا شغال مسلا على لقيت فجأة ان النتائج بتاعت الكنترول آآ اوت كنترول تمام حصل لسلت الرول انا حاططها خلاص وحصل لها والرول دي اه هتطر ساعتها وقف الجهاز واتصرف هتصرف ازاي ساعتها بقى تمام عندنا عشان اشتغل فيه خلاص لما يحصل اول حاجة لازم احتوي حالة ايه حدوث خطأ عندي في المعمل دي اول حاجة دي تمام تاني نقطة اعرف مصدر الغلط فين وصلحه تمام دي بيسموها معناها تمام فالتاني نقطة دي اللي هي تمام دي الايه اتجاه التالت الاتجاه التاني والتالت دول بيبقوا بس ده بيبقى ده اجراء سريع اول واحدة دي اجراء سريع بعضه في الاول عشان ايه عشان ما ضخمش من الايه من المشكلة واحتوي الدنيا كلها تمام نبدأ واحدة واحدة كده اول حاجة احتوي بطريقتين اول حاجة هوقف اه شغل اه الاختبارات على الجهاز ده لكل المرضى التاني اصلا ما فيش اي شغل تاني عن الجهاز الجهاز ده يوقف تمام تاني نقطة لو انت اصلا في نتائج قريدي طلعت معلش ما 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 تكتبش تقارير وما تطلعش حاجة واقف الدنيا خاصة تمام حاجة لك في يحط لك لما يحصل عندك اول حاجة تتصرف فيها ايه يحط لك بقى الخيارات تدور على تاج المرضى وتصلحها ولا توقف اه كتابة التقارير ولا مش عارف ايه فمهم انت تختار التعارض دلوقتي اول حاجة تعملها ايه لا هي تمام ازاي يوقف تقرير التقارير ان انا اعمل لابس ابلاغم يا جماعة الجهاز ده في مشكلة واحنا ما اي تقرير بطلعت دي كلها ما احنا وقفت ولو انا معمل كبير وفيه وفيه بعمل ايه ساعتا ان انا بفصل بفصل ما بين بخلي ايه بالنسبة لكتابة التقارير على الجهاز دي واقف بفصلها بعملها اوفلاين بعملها اوفلاين تمام اه او في حاجة اسمها اوتو ده ان انت برمج الجهاز لو النتائج طلعت اه بروز معينة حاطتها لك طلعها لوحدك من غير ما انا بص عليها تمام حالة واخده السيولة وماشي مع السيولة بتاعتها ومش عارف ايه وانت برمجت الجهاز على حاجة معينة بحيث هو الجهاز اوليدي اه حاط شاف الروز انت حاطها له فهو عمل اوتو فيريفاي ونتيجة جاهزة للطباعة للطباعة تمام كده الوتو فيريفايكيشن ده موضوع كبير طبعا تمام موضوع كبير وليه رولز ومعقد وليه درسات لوحده تمام مش علينا اساسا خلاص فانا اه انا ممكن اوقف الابشن بتاع الوتو فيريفايكيشن في الجهاز بحيث الجهاز ما يتلعش تقارير لوحده ما يتبعش تقارير لوحده تمام الدنيا توقف او ان انا افصل الجهاز بتاعي من اللي اي اس اللي هو المعامل النظيفة عندها نتورك اه عبارة عن نتورك دي بتستقبل عليه عينات المرضى وتستمع عليها تاجي الاجهزة وبتتبع عن طريقها التقارير انا افصلت للجهاز بتاعي في مشكلة عن اللي هي بقيت النتور دي خلاص تمام دي اول حاجة اعملها طيب في ناس بتعمل التصرف غلط اللي هو ايه بقى اللي هو انه يدخل يدخل مرة تانية على اساس انه هو عايزه اه اساس انه هو عايز يزبط الجهاز يبقى يعني انا دلوقتي بتاعي دخلته احصل خلاص يوم عامل لك ايه بقى الفقيق يوم جايب نفسه مدخله تاني فالجهاز يقباله فقالك ده كده ان كنترول لا كده مش ان كنترول ولا حاجة تمام هتلاقي قيمة بتاعته اللي دخلت في الليمت فقالك ده ايه كده ان كنترول ده ان اكسبتابل براكتس الصح ايه الصح ان انت تمسك رول بتاعك اللي هو عصاله ده تبدأ تدرسه هل هو بسبب ايه بالزبط وابده ابحث فيه خلاص وممكن البحث بتاعك يرشدك ان انت لازل تدخل الكيو سي تاني فعلا بس ساعتها ما تدخلش نفس الكيو سي القديم دخل فريش كيو سي متريل تحضرها جهزة جديدة ممكن الكيو سي اللي استعطنتها دي بقت حصلها تلف حصل تطعف جو سخنة اتنخرب منها الجزء السائل اللي فيها فبقيت المواد اللي فيها او في لها او يعني انت حطيت بدل حطيت تمام خلاص فالمهم في الاخر ما تعدش تعمل فيها فقيق وتدخل تاني اللي انت لسه ما تديك تدخلها تاني على الجهاز مستنى ما انا هتدخل عشان تقول انا او زال فلو امور ومية مية فده خلي بالكم النقطة تمام الاسلم ايه الاسلم لانا وقف كل حاجة الارر يطلع لي ده كويس وبعد كده الدراسة دي هتقودني في الاخرى ان انا غير الكيو سي ماشي هتقودني في الاخرى ان فيه لمبة عازل تتغير فيه لمبة بازل فيه مش مزبوط فيه اوبريتر لشتغل غلط اشوف بقى الدنيا ماشي ازاي معي تمام طيب تاني حاجة بعد اللي هو عندنا عايز اعرف ايه وصلحه خلاص دي عبارة عن مجموعة من الخطوات تمام بالراحة كده خطوة خطوة اول حاجة امسك الكيو سي تشارت دي وبص عليها تمام? هشوف ايه هي الرول اللي حصل لها في ليش هل هو الرول وان سري اس او فور وان اس اللي هما مرتبطين معلش انا اسف اه كالعادة دايما بطلع بطلع دول في الكتابة تمام? والار فور اس تمام? الاتنين دول يا جماعة مرتبطين بالراندم ايرو. الاتنين دول مرتبطين بالراندم ايرو. خلاص? طب الرولز التانية اللي هي فيها فيها اه 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 داتا بوينس وارا بعض حصل لهم مشكلة زي بتاع اللي هي مين? اللي هي والتين اكس او التمانية او التمانية اكس او اي حاجة فيها تتابع من الارايات على ناحية واحدة من مين? ده يعتبر بص تمام? اه بس فبعد كده عندنا الاول حاجة بص عليها التاعي ده. واقيم الاررول اللي حصل له ايه المشكلة بالزبط واقعوه هل هو او كنترول تاني ودخله مستاني ان هو يبقى الى كنترول عشان قولنا انا تمام لا تصرف خاطئ تمامي. تمام? طيب. عايزين بعد كده اول خاطئ قلنا احنا حددنا بقى اه اي اللي حصل له وقلنا انا داخل على ارور كنترول ارور طيب. تاني حاجة انا حددت اصباب هايه. اصباب هايه. راندم ارور اسباب هايه. تمام? ده بيبقى يعني اتوقع دائما ان الجهاز بدي اكتر دائما بشوفه اكتر. اسبابها ايه? اسبابها حاجات للترنت وحاجات خلاص تمام? اه هتلاقي كل كلامة اللي احنا قلناها من خاضرات اللي فاتت. طب ممكن يعمل لك طبعا ان تعيشوا حياتكم بقى في الارايات والبتاعات عشان الوقت. تمام? دول كررناهم تاني هو بس يذكرهم تاني هنا. خلاص. اه اسبابها ايه برضو تمام? تمام? او نفسه في مشكلة. الابريتور نفسه مش كف. تمام? فيه دائما في بتاع الميكسينج او اللي يحل كنترول ويسيبه فترة قد ايه? في مش ماشي اه مش ملتزم بيه. تمام? في حاجة اسمها الفلايرز. الفلايرز دي ايه بقى? فلايرز دي عبارة عن انت مش قادر انت عافش سبابها ايه. تمام? زي كانت موجودة واختفق. هتجيبها ازاي بيه? مش هتجيبها. تمام? هتعرفها ازاي? هتعرفها ان هي دي لما تيجي تعيب بعد كنت لقى الامور تزبطت. انت عملت كل الازاركوز ملقيتش حاجة. والجهة الزبط وراها. وحتى لو اشتغلت العيات اللي بعد كده اشتغلها مرتين واحنا متوسف. احس شوف لها فيه تاني هيزهر ولا اقى. فالفلايرز دي احيان حاجات متقدرش تمسكها. خلاص? دي دي يعني اللي مش دايما ان اقدر اكادش المشكلة بتاعته ايفكاز. انه ممكن يبقى فيه حاجات منها مسلا. اه اه حصل كهرباء اه 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 ازا عملت سنة كده ما كانتش بقى كده بقى تستابلات زي الفولي. وانت ما حسيتش بيها. ومش قادر تثبتها. تمام? فما تتضرش. ممكن تقسها. لانك المفروض في المعمل دي دي على طول. في القوض وفي الغرف في كلاجات وموجود في الاجهزة. فانت عارف دي ممكن تقفشها. بس الاستابل الالكتر كالسابلات دي هتقفشها ازاي? تمام? فدي حاجات كلها اخلي بالي منها. يبقى تاني نقطة. بتاعها. تالت نقطة. الجهاز اللي بشتغل بيه ده. بغالبا بيشتغل في اجهزة بتشتغل تست واحد. همجل بني ايوان سيه مسلا بس. في او سكر بس. في اجهزة تانية بتشتغل اه كتير. تمام? هل الارر اللي حصل لده موجود بتاع الاناليز التانية في نفس اليوم ولا? تمام? وهل الاناليز دي اللي حصل في هاي الارر هاي لبعضيها ولا لا? اربطها ببعض. يبقى تمام? هل الاناليز دي اه فيها اه اه بيتشاركوا في حاجات معينة زي مسلا ايه محتاجين او سمول سامبل سايز. لو سمبل سايز ممكن يبقى البروب ما بيسحبش الكمية كلها. تمام? او سمبل سايز مسحبش كمية مزبوطة. تمام? هل بيستخدموا كلهم السيم فلتر? الفلتر طبعا في الجهاز الكاليرومتري اللي هو بيدخل عليه الضوء العادي يطلعوا معينة فقيس. فتلاقي مسلا ايه? في برامتر معينة مسلا اليوريا ومش عارف الالبومين ومش عارف ليهم نفس الفلتر اللي بيشتغلوا بيه. فلهم كلهم اعرف ان العيف في الفلتر غالبا. تمام? هل هم بيستخدموا نفس اللمبة ولا لا? حينبقى في جهاز اكتر من اللمبة. فيه هلوج اللام فيه الترافايلات لام. تمام? دي بتستخدم الترافايلات الكاينيتك. لو لقيت كل الكاينيتك ضارب حاجات الانزيمات الاس تي والالتي والسي كم بي والكل ده ضارب. اعرف ان قصة كلها ممكن تبقى في اللمبة بتاعت الاليو في. تمام? دي حاجة. اه نوع نفسه التست. هل هو اند بوين تست? اولا. اللي هو بعمل بيصل لاخره وبعد كده يعني درجة لون يوصل لاخرها وبعد كده ايس. ايس درجة اللون دي بعد مسلا ربع ساعة او نص ساعة اسمه اند بوينت. الريت السينك بتقيس كل شوية وبترسم كيرف وتشوف كيرف بزبوط ولا لا. زي ايه زي حاجات الانزيمزي عموما شغالها بحاجة اسمها الريت السي او الكاينيتك. خلاص تمام? هل البرامترز اللي هي اه وقعت مني في كلها لنفس طريقة الشغل او مو دي تكشن ولا. هام? هل في مسلا يعني مسلا ايه? تلاقي السوديم والبوتاسيوم ليهم واحدة معينة اه جوه جهاز كيميا. تمام? فتلاقي السوديم ضرب وبوتاسيوم ضرب. هيشدك على طول ان في الجزء الخاص بهم هما الاتنين ممكن يبقى فيه مشكلة. لان هما الاتنين ضربين وهما الاتنين بيشتغروا في نفس الجزئي. خاص? المهم بتدور على اي شيء الاناليز دي لو هما فيه كزا اكتر احاول اشوف في حاجة تمام? ده تلت خطوة. رابع خطوة انت الوقت دخلت عرفت الارض. بعد كده عرفت الارض. تمام? بعد كده محتاج ايه? تربط الارض الواقع بقى. تمام? الحاجات اللي حصلت عندك. تمام? اربطها ازاي? لو فيه مسلا. خلاص? لو هو انت شاكك ان فيه صادن شيفت. تمام? اه لو صادن شيفت معناها ايه? ممكن ابقى غيرت الرياجنت قريب. ممكن غيرت الكاليبريشن قريب. ممكن اعملت مينترنس قريب. كل الحاجات دي لها ريكوردز. شوف هل انا غيرت الرياجنت امت اخر مرة? هل هو لسه حالة مغيره? برياجنت لوت جديد. تمام? او علبة جديدة تبقى بايزة? هل الكاليبريشن هتعامل امبارح او النهاردة? هل فيه مهندس جزء صبح صلح الجهاز ومشي? فده عشان كده دايما يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. تمام? وبارط من وحتضيع منها جزء? هتلاقي جزء يعني عكس على جزء تاني. انت عندكش هتتصرف ازاي في مش عارف. تمام? فدي الحاجات دي كلها. طب في انكيز اف جرادي والتريند. لو جرادي والتريند بقى في حاجة اسمها موجودة في الجهاز. الجهاز بيشيك على اللمبة. بيشيك على الحرارة بتاعت الانكيوبيشن شامبر. بيشيك على البرو. بيشيك على الكهرباء. بيشيك فدي كلها بحاجة اسمها عبارة عن حاجة بيدخل عليها المهندس اسمها بيتأكد ان الحاجات دي مظبوطة. والحاجات دي بتقاس بصفة دورية. دي ديها برضا. مفهود ممكن تبقى مسجلها على الجهاز. ادخل عليها اشوف بدأ ينحرف ولا لا? في حاجة معينة. تمام? فانا محتاج بتاعت الفانكشن تشيك دي ابص عليها. تمام? في برضو لو انت شاكك ان هو جرادي والتريند. اه حاول تعمل ايه? حاول تعمل حاجة اسمها يعني ايه? يعني اه انا حبدأ حشتغل اقول اول حاجة ده سليم ولا لا. غيرت الليفل ولا لا. اه اه غيرت اللوت نمبر ولا لا. تمام? ادخل على قصة ايه? بقى ادخل على قصة الكاليبريتور. مزبوط ولا لا? الكاليبريتور ده جديد ولا لا? تمام? كاليبريشن كيف تزابط ولا لا? ابدأ ادخل يعني الخطوة اللي وراها ادخل على الري ايجنت بك ادخل على كزا. ده اسمه ان انا بطريقة ممنهجة. تمام? ابدأ اتتبع خطوة خطوة لغات ما اوصل المشكلة دي بتاعتي فين. تمام? خلاص? وكل اكشن لو انت لقيت مشكلة صلحها واعمل دخل كيو سي شوف زبرة ولا لا. تمام? ما تعملش تصلح كزا حاجة في نفس الوقت وتوه. تعرف ايه سبب المشكلة وتوه? لأ انت صلح الحاجة دي دخل كيو سي. زبطت اوكي بقى لعب من دي. ما زبطتش شوف اللي وراها. زبطت اه تمام. وكل حاجة تعملها اكتبها. كل حاجة تعملها اكتبها. عملت كزا عملت كزا عملت كزا. طيب في حالات الراندوم ايرور بقى. الراندوم ايرور دي قلنا في حاجات اسمها في حاجات توكاتش. تمام? فالحل الوحيد عندك ان انت تعمل كيرفول فيزيكال انسبكشن تقيم الجهاز نفسه. تشوف الجهاز نفسه. تفتح مسلا تيوبينج سيستم هل في دخلت العينات فيها جلطة? ولا لا. تمام? اي حاجة موجودة تقدر تكاتش ات حاول فيه. تمام? يعني مسلا انت عارف مسلا ايه اه نتيجة طالع واطية. ده ابنت ادور على السبب ده والسبب ده السبب ده. بايه بقى? حاجات دي بدور عليها كمان ووسط ما الجهاز شغال يعني خلي الجهاز اشتغل كده وبص عليه. هل في حاجة معينة? هل في اه صوت حاجة محشراجة كده? فاجأة ظهر الصوت ده بتاع ايه? تمام? فحاجة اسمها دي ساموها فيزيكال انسبكشن للجهاز. فيزيكال انسبكشن. تمام? بايه بقى? بقى? جايد بالترابل شوتين جايد والمنافكشة الموجودة في بتاع الجهاز. في موجود. ده ما تطوف فيه لو حصل لك حالات كزا وكزا وكزا تتصرف ازاي? فانت في بتاعك ده جايد بالترابل شوتين جايد. طيب بعد ما عملت البولة دي كلها وانت لسه مش ساتسفايد. تمام? اعمل ايه? اعمل حاجة اسمها يعني ايه? هتجيب عينة انت عارف القيمة بتاعينها صح? مسلا وتأكد منها. ودخلها عدد مرات كتير. وشوفها هل هي فيه في النص هتطلع نتيجة شازة ولا لا. يعني عارف النتيجة ده جدا خمسة وعشرين. طول عمرة تطلع خمسة وعشرين. دخلت كنترول خمسة وعشرين ده. لقيت واحدة من القريات طلعة شاطحة بقت خمسة واربعين. اعرف على طول ان فيه رانضم ايرو جيحصل عندك هالجهاز. لو انت مش ساتسفايد من تمام? اه بعد كده اه لو انت مثلا لسه شاكك بعديها او مفيش حاجة ظاهرة بعد البرسيجون رون. اه الايام الجاية او الفترات الجاية ما فيك تشتغل اشتغل العيينة اشتغلها اه مرتين. تمام? بحيس لو اراية منهم مختلفة جاية من العراية التانية يبقى فيه خلاص ما تشتغلش عينة مرة واحدة. لغاية ما تحاول لقيت الدنيا بحاجات زي كده خلاص? هتضطروا في الاخرى ان انت تترجع شغلتيني زي المكان. خلاص? تمام? والرانضم ارور طيب المرحلة اللي بعد كده انا دلوقت اكتشفت اللي مشكلة فيها. خلاص? لازم اعمل لها تمام? اشوف المشكلة ايه? واصلحها. بعد كده بعد ما صلحتها اعمل لها اتاكد ان هي اشتغلت تمام. ازاي ان انا ادخل الكنترول التاني? الكنترول التاني زبطت? يبقى زي الفول. ما زبطتش? يبقى لسا مشكلة احدى. خلاص? دي خطوة اللي وراها. once in control from the out of control run should be repeated as necessary. لازم لاتي اعيد النتائج تانية اللي انا كانت طلعت مني في حالات the out of control ودي حنشرحها في الايه? في النقطة التالتة بعد كده. بعد كده document document the out of control event. لازم كل حاجة تتسجل يا جماعة. في اي حاجة في المعمل. يقول لك في المعمل اللي تشتغل اكتبه. ولي تكتبه تشتغل. تمام? او تعمل بي يعني. تمام? فال out of control event ده المفروض انا اه اه document وكمان the corrective action اللي اخدته. بحيس يبقى عندك مخزون كده من ال data تمام? لان ممكن المشكلة دي توجهك بعد كده في المستقبل وتقعد تفكر انت اتصرفت ازاي? تمام? خلاص? احيانا في اجهزة بيبقى فيها مشاكل مش عارفها بيعرفها المعمل اللي عنده جهاز ده. خلاص? فهو طالما عندك مبودة اقدر ارجع لها في اي وقت بحيس لو القصة دي تكرارت تاني ابص اي الاسباب ال random errors اللي حصل في الفترة اللي فاتت. ايه اسباب sistematical انا اتصرفت ازاي? صلحتها ازاي? كل ده جايب لك بعد كده في المستقبل. تمام? يبقى دي النقطة الخمسة. النقطة السابقة adopt a systematic troubleshooting approach. تمام? ده اللي احنا اتكلمنا عليه انه هو تمشي systematically. تمام? انت تزبطه تكتبه في المعمل عندك وتزبطه. يعني ده حاجة كده in common بيعملوها اللي هو ده. اول حاجة تشيك عليك QC material. مش ادفل QC material تاني لأ. QC material نفسها دي. اشوف بقى هل هي correct QC material? تمام? هل هي QC material بتاعت الجهاز ده ولا QC material بتاعت الجهاز تاني انت دخلتها? هل هي نفس اللوت نمبر ده جديد ولا مش جديد? نفس اللوت نمبر اللي انت ماشي به ولا انت غيرت اللوت نمبر. هل هو نفس ال Level? دخلت Level One ما كان Level Two? وعكستهم. هل correctly prepared? هل levels interchange? يعني يعني غيرت ال Level ده بال Level ده? هل هو within expiration date? يعني هو هل راحيت امتهى ولا لا? في حاجة اسمها stability period بعد preparation. انا انا حضرته وحليته. هيوعد معي اسبوعين. هيوعد معي تلات ايام. انا مفروض انت اشتغلت بي. هتشوف بعد محلته قد ايه? تمام? هل انت بخزينه طريقة مزبوطة ولا التلاجة بتاعته بتخسع وكل شوية تفوت وتبوز ونور بيقطع لي من دول كتير وكلام من ده. فده كل ده ما يتعلق بالكيوسي ماتيريا. خلصتهم ادخل على برضو نفس القصة. هل هو ده غلط حطيته? هل هو لو فيه تحضير هل حدرته صح? هل هو بتاعه مزبوط? هل هو بالزبط? هتدخل بقى بعكده بنفس الاناليزر بقى. هل حصل لهم موجودة ولا لا? تمام? هل الماتيريا انت حطيتها ده سبتها برة ولا هي بنفس الستابلتي بتاعته في حاجة اسمها لأي ماتيريا. تمام? ان هي بتقعد على الجهاز ده اه على الجهاز لفترة زمنية كذا. وإلا تتشار في التلاجة. هل دي انت مدوافق معها ولا لا? الاناليزر ده اللي انت اشتغلت به. اه اه وانت بتعمل اللي حزت عليه مشكلة ولا لا? اخر حاجة من اخدها تمام? تشمل ايه? المية الداخلة للجهاز تمام? لو مش كواليتي معينة ممكن تأسرع على كل اللي. خلاص? وعشان كده بيعمل لها محطة مية ومحطة تقطير. ولازم يجي المهندس يشوف المحطة ويشوف درجة نقاوة المية وفيلم كده. تمام? فالقصة دي لازم اتأكد منها. تاني حاجة هل انت بتخلص بالعينات الويست اول باول? احيان عينات الويست لما بتتكون ممكن تأسرع فوقشا متاعت الجهاز. درجة حرارة في المكان والرطوبة اللي في المكان ده. كلهم ممكن يأسروا على الايه? على اداء الجهاز. فده اسمه انت كمعمل حاسس ان انا ممكن ابدل ما بين اتنين وتلاتة ابدل براحك تمام? بس ده الموجود في الكتب وفي ناس كتير بتحب تتابعه ان هو كسيستماتيك ابروتش. طيب. اخر حاجة بقى بتاعتك اين تبقى? تمام? انت عندك المانفاكشر يعمل لك ترابل شوتين جايد. اعمل انت ترابل شوتين جايد بتاعتك انت. كل يعمل بتاعه تمام? مين بيحضروا ترابل شوتين جايد ده? الكيي اللي هما اللي هما بتعرفهم زي ان هما مفهوم مضيف تمام? اه دايما يقدروا يعملوا في الجهاز بسهولة تمام? عندهم يعني تلاقي واحد يعرف حللك المشاكل واحد تاني ما يعرفش. اللي بيعرف يحلل اسمه اكتشف المشاكل ويحلها. اسمه ده اللي حضر لك الجايد. ده حطه جنبك كده وانت بتحضر الجايد. تمام? بعد كده الجايد ده يبقى شكله ازاي? شكله في صورة يعني ايه? يعني احنا ابدأ مسلا انا شاكل في اول خطوة اعملها كزا. تانية خطوة كزا. وده شكل يا جماعة. ده مثال مسلا تمام? باخده من كتاب وبيبدأ خطوة بخطوة بقى كده يس نو يس نو بقى كده بيتبع لغاية ما يوصل في الاخر لحل المشكلة. تمام? طيب النقطة التالتة بتاعتنا اللي هي ايه بقى? اه احنا اقول اول حاجة تاني حاجة ترابل شوتينج لو تاني حاجة وتالت حاجة دول بيتماشوا مع بعض يعني ايه بالتوازي كده? خلاص. تالت حاجة النتائج المرضى اللي فيها مشكل. خلاص? عندنا اربع خطوات في دي. اول خطوة فيهم ان انا اشوف ايه تعريف ان النتيجة المريض دي? اه لازم تتصلحها. تتصلح على اساس ايه? لازم احط حاجة اسمها يعني ايه? التغير في النتيجة اللي هو اللي هو ده ممكن يأثر على القرار التطبي بتاع الدكتور اللي حدي دي لاني. يبقى انا حاس ان ده ممكن يبوز للدنيه. فانا عندي بتاع السكر كان فيه مشكلة. خلاص? وانا حددت ده العشرين دي. لو فوق العشرين هعتبروا كده النتائج دي مش مقبول. خلاص? لازم ده ليه? عشان اقدر اطبقه عشان ايه الريبورتات اللي حدتغير وايه الريبورتات مش حدتغير? والأرور بتاعي اعرف ان الريبورت ده فيه النتيجة دي فيه ارور ولا? فلازم احدد ايه هو ايه هو ايه هو دي اول نقطة. تاني نقطة تاني نقطة بجان. امتى حصل ده? دي بقى التريكة اللي فيها الشطارة كلها. تمام? عايز اعرف امتى حصلت المشكلة ده. خلاص? اعادة اعادة انك تعمل اعادة اختبار النتائج للعينات تاني يعني العينات اللي هي حادت عاد اللي هي امين اللي هي من ساعة ما انا قلت ان فيه هنا احصله خلاص? حابدى ارجع بالزمن اللي وراء بقى. اللي وراء. تمام? خلاص? كده وراء وراء وراء. لغاية ما اوصل الارور موجود فيه. دي الطريقة الصح عشان اقدر احدد الارور موجود فيه. تمام? طيب. اه يو مي يوز انا راتي عايز احدد الارور. لازم اشتغل العينات دي اشوفها مزبوطة مش مزبوطة. بعد ما حددت الميديكال اللي ممكن تأثر لي على النتائج. خلاص? بابدأ احدد. هشتغل على ايه? اما عندك خيارات. اشتغل على جهاز تاني خلاص? او الجهاز بعد ما يكون ايه اه بعد ما يكون الزباط. بس انا طبعا هياخر اتاج المرضى بالهبل يعني. فانت عشان كده دايما في حاجة اسمها باك اوب. في باك اوب اه طريقة تانية باك اوب. اللي انا ابعت شرحناها طبعا في الايه? في الاكوامد مانشمت. تمام? اه فجهاز التاني دايما هشتغل بيه اما الجهاز اللي انا فيه ده اتصلح وتزبط ومخدش وقت مني. اه دخلت الخلمة تاني وبدأت اقيم النتائج بتاعت المرضى. خلاص ايه منها اللي عايز تصلح? اه او عايز مش اقيم نتائج المرضى اشوف النقطة اللي حصل عندها المشكلة فيه. خلاص? لو انت حطيت اه ده اه بدرجة عشرين درجة. تمام? لو انا اه لقيت ان الفرق في النتيجة ما بين اه اه النتيجة اللي عدتها من النتيجة اللي هي اللي طلع معدي ده يبقى نتيجة دي كده تعتبر لازم انت بقى تتصلح وتتعدد. تمام? طيب. عايز بقى ابروتش تو ايدنتفاي the time point of the errors. انا عايز اعرف عايز ابروتش معين طريقة سيستيماتيك امشي بيها ان انا اقدر امتى حصل الارر ده. عندي طريقتين. فاكرين لما اقول لي في المحاضر قبل اللي فاتت في حاجة اسمها وكونتينيوس مود اوبريشنز. قلنا ان انا العينات كلها بتدخل في صورة او ايه او او دفعات. دفعة زي عند الجهاز الايزا. بدخل قلي دفعة اشتغلتهم. طلعت النتائج بقى دفعة وطلع نتائج. قلنا دايما في الايزا لما اجي حط بتاعتي احطها في اول كم عينة واخر كم عينة. تمام? لو ده لو عندي احط واحدة منهم في الاول وليفل في الاخر. خلاص? ده زي جهاز ده بيسموها اللي هي بين قوسين. تمام? فتعمل تحط في الاول وفي الاخر كأنك حطيت دي ما بين قوسين. محمية بالكيوزي اللي في الاول وكيوزي في الاخر. خلاص تمام? فاللفز ده بيستعملوه. خلاص? تاني نوع اللي هو تاني نوع اللي هو الكونتينيو سموت اوبريشن. الكونتينيو سموت اوبريشن ده ان انت شغال على طول شغال على طول. مفيش ايه مفيش اه في استمرار. لغد ما الوقت ينتهي لغد ما العينات تخلص لغد ما يخلص ده اسمه ساعتها بعمل ايه بابدأ اقسم عينات المرضى من من الاحدث للاقدم. باخد ايه كل مجموعة بقسمهم هاخد عشر عينات عملهم ده لو معمل كبير. لو معمل صغير قد عينتين عينتين ياسيدي. لو معمل متوسط قد خمس عينات خمس عينات وهكذا. تمام? طيب ادي ادي مساله احنا هنتكلم هنا على تمام? ادي عندي ران سري وران تو وران وان. تمام? خلاص? بنحط ما بين في اول كل ران ونهاية كل ران بنحط خلاص? هنفترض جدلا ان احنا تمام? ادي عندنا اه ده الران التالت اللي هناك ده اوت. طبعا الران بيطلع لي كل مرة واحدة. اه الران النتائج بتطلع مرة واحدة نتائج المرضى بالكيسي مع بعضيها. تمام? لقيت الكيسي اتنين دول مش مزبوطين. ادخل على ايه? على الوراء. فالوراء لقيت الكيسي بتاعهم مزبوطين. تمام? خلاص يبقى انا مشكلة عندي في الران ده خمس فيه ده. تمام? هبدأ اعمل هي دي البوينت اللي هي من اول عينة في الايه? في الران التالت ده. تمام? وكل دول اعمل لهم خلاص? طيب. نعمل تعديل تاني لو مسلا عندي دي غلط ودي صح. خلاص? معناها هنا فيه غلط يبقى فيه واحدة من دول هي فيها مشكلة. خلاص? هحط بقى هحطه برضو في الاول هنا. خلاص? وهعمل لكل الحاجات دي. طيب بعد كده عندي مسلا اللي هو لو عندي سري بحط اتنين في الاطراف واحد في النص. خلاص? انا مسلا عملت لقيت ده غلط وده غلط وده صح. يبقى عندي اشك ابدأ اعمل منين? ابدأ اعمل من هنا. لا هي مش من هنا هي مفهود تبقى من هنا. تمام? وليسة وليسة وليسة. تبقى من هنا خلاص? واعمل هنا تمام? نفس القصة برضو اه لو عندي التلاتة دول غلط هعمل برضو من هنا. تمام? طيب لو عندي دي غلط خلاص? يبقى اعمل ابدأ من هنا. تمام? خلاص? طيب ده بقى انا عندي اهو ابدأ اعمل ايه? ابدأ اختار اه خمسة سامبل خمسة سامبل خمسة سامبل. انا ما عملي يسمح لي القصة دي. تمام? فانت عدت تتبع خمسة سامبل لغاية موسط الكويس ده. خلاص? تمام? ففي هنا في في مشكلة في العينات. اعد تتبعهم خمسة خمسة لغاية مشوف فيها. لقيت في دول في دي عند الحتة دي. ليه? لان انا لقيت النتيجة دي. خلاص? اه اكسيد اللي انا حددته في الاول. بينما النتيجة اللي قابليها. النتيجة اللي قابليها مش اكسيد الليبن ده. مش اكسيد الليبن ده. تمام? فانا كده اعتبرت ان هي دي اللي فيها مشكلة. خلاص اعمل لكل العينات دي. خلاص انا عملت لهم ان انا عدت عيد وعيد وعيد لغاية اشوف فين مشكلة بالضبط. تمام? طيب. اه بعد كده اه اتأكد في الاخرى ان كل العينات اللي هي كلها استهل. تمام? وتركز على مين بقى? تركز على العينات اللي هي بتاعها نتائجها. تمام? يعني انت مسلا اه 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 بتاع الترجل المفروض ما يعديش متين وستين. اللي هو ايه? بتاعتي. ما عديش الفوق ما عديش المتين وستين. لقيت النتيجة بتاعتك طلعة في الكنترول طلعة متين خمسة وستين. خلاص? كده اوت اف كنترول. لو اي نتيجة كوليسترول وسط كل العينات اللي فاتت نتيجتها فوق المتين خمسة وستين او قريبة منها اتأكد ان هي تعادلت. تمام? خلاص? وحتى لو انت عديدت النتائج بتاعت ال 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 روح معلش النقطة تاني قدام كاتش فيها اي عينة نتيجتها تبقى في نفس المستوى لها. عشان تتأكد النتائج صح. خلاص? يبقى مهم اول نقطة. تمام? ان انا اي عينة بتاعت مريض الليفل بتاعها بتاع الاناليج فيها قريب من الليفل اللي حصل عنده لازم افحصه واشوفه. تمام? هرجع باك 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 لغاية ما اوصل للعينات اللي هي بالستايل ده. طيب اخر حاجة خالص انا عندي دلوقتي اه مشكلة احيانا ان انا العينات دي مش موجودة مش هتكفي. انا عينة خلصتها لقيت بقيت العينة للفضلة ما تكفيش ان انا اشتغل تاني. او العينة بتاعها او الموجود ده يعني مسلا السكر ده بيقل. تمام? السكر بيقل. فبيقصر على مستوى بتاعه. الحاجات اللي هي القصة بالا بي جي والحاجات دي كلها دي كلها حاجات كلها بتتغير مع مرور الوقت. البي اتش والمش عارف ايه. فالحاجات دي كلها تمام? كالنوت تعمل انت في الحالة دي. بص بقى او ده الاصعب اجراء ممكن يتخذ المعمل. تمام? ازا كوريكت دي مش معناه ان هو كاتب نتيجة. لأ. تصحيح للتقرير القديم. ان العينة اللي انت استلمتها is not valid. خلاص? العينة اللي انت استلمتها في النتيجة اللي طلعت دي دي نوت valid. باي حرم الاحوال. ليه? تمام? يعني كنت نتيجة طلعت بس تلحق بقى الدكتور قبل ما ياخد فيها قرار ومسلا ايه? زي مسلا من اشهر المصائب اختبار الحمل ده. تطلع نتيجة اوت اف كنترول والدكتور على اساسها. ياخد قرار ان هو مسلا اه يقول ان دي مسلا او ان هي دي اه اه هتسقط او سقطت او بتنزف او يعني في مشاكل كتير في القصص دي. تمام? لما تفتح البيشن البيشن الريكورد الاقي فيه الريبورد كوريكتد اسمها كوريكتد بيشن ريبورد ان هو العينة اللي احنا عملناها دي. دي نوت valid. ولو سمحت احنا مش حنا يعني احنا نبهناك ان ايه قبل ما تاخد اي قرار ان العينة دي اه خطأ. تمام? وده اصعب قرار ممكن يفضل ما نعملين. تمام? طب انا كده خلصت تمام? وانشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي كده على خير وان شاء الله قد يكونوا فهمتوا اي ح影片. شكرا له جميل. شكرا انتسنا يا دكتور. حبعث لكم الملف. حبعث لكم الورقتين بتاع الكيوصام والاكسي موجي شاكingلي. تمام? حبعث لكم. اشتغل بيهم مكان الورقتين دول عشان قاموا مش مكتبين كويس يعني في الوعي. فهل سبطة فيه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا لحضرتك يا ذو.